مصرع شاب مصري في إيطاليا وانتشال جثمانه بصعوبة التفاصيل بطريقة مأساوية لقى شاب مصري مصرعه بسبب سقوطه أو سقوط رفعة عليه في موقع عمله بمدينة ميلانو الإيطالية أمس الأسنين وتلقت السلطات الإيطالية بلاغ بسقوط حمول رفعة من الطابق العاشر على شاب مصري خلال عمله كعامل بونة في ميلانو خلف المحطة المركزية للقطارات بميلانو ومسرعه في الحال وانتقلت السلطات لموقع الحادث حيث تبين صعوبة انتشال الجثمان لتراكم الرفعة موجودة عليه وتم استدعاء قوات الإنقاذ المدني للتدخر حيث تمكنت من النهاية في النهاية من انتشال الجثمان بصعوبة وقشفت التحيقات ان الشاب اسم محمد علي فتحي عبدالغني عنده 28 سنة من محافظة الفيوم وكان في إيطاليا بيقيم من سنتين وبدأت الشرطة الإيطالية تحيقاتها في الحادث لمعرفة ملابساته وكشف تفاصيله